1964 احنا دلوقتي في 20-24 لأول مرة في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطولة وما دخلش في مرمى غير هدف واحد امر بيحسب ليكم كخط ادفاع وايضا لحرص المرمى منها الحمد لله مبروك لكل جمهور الاهل العظيم ومبروك لمجلس ادارة والجهاز الفني واللعيبة ومبروك لأستريتي الحمد لله بنشكر ربنا طبعا بطولة غالية فالحمد لله الحمد لله على الاثناشر بطولة لها طعم في ارضك وسط جمهورك الحمد لله ده حينا بحيات كتيرة عشان خاطر البطولة دي وعشان خاطر النادي الحمد لله منعم واحد من اللعيبة اللي تربى في جوة النادي الاهلي عارف يعني ايه بطولة وعارف يعني ايه فرح الجمهور كان صعب جدا الجمهور ده يروح النهاردة زعلان منعم حرام حرام ده يروح زعلان احنا طلعين من قتل النهاردة البالك كلها بصحمة حرام بجد الناس دي تطلع زعلانة ومتضيقة لا لا احنا كلنا كنا واخدين واحد الحمد لله وكلنا كنا مركزين الناس دي تطلع فرحانة ما ينفعش جمهور النادي الاهلي وسط أرض ويطلع زعلانة العيدة دي صعبة عبد منعم معودنا دايما في الشرقية بعد كل بطولة بنشوف تيشرتات عبد المنعم بتتوزع في الشرقية توعيدهم بإيه المرادة منعمه دي خلاص حاجة احنا متعودين عليها دايما طبعا بفتخر أنا من الشرقية من الزاديين من شرويدة بقى اللي دي ناس محترمة وناس بتحبيني وأنا بحبهم كده أعمل لهم حياة كهيسة يعني أعوزنا تشتع فيها كلها من أجمل الكلمات اللي أنا سمعتها عليك يا عبد منعم يسلم لربك منعم واحد من اللعيبة اللي أنا يعني أنا شفت حاجات معاك في قطاع النشئين تربية بر الولدين الصلاة صلاة الفجر دايما جماعة أعتقد كلها حاجات بتديها نصايح لأي لعيب بيبدأ مشواره والله فاروق الحمد لله الواحد منتظم على الزادي الفجر ده هي السر والله العظيم السر المتعاوز ربنا يكرمك والله أصلاة الفجر هي هتخليك في أي حاجة انت عاوزها هتجيلك وتحقق الحمد لله الواحد بيفتخن والده والدته ربو أحسن تربية وانهم أنا فخور أنا والله فخور بيهم وكمان تعبهم مرحش على الفادي سنين كتير كان معايا بصفر وانا صغير ومشاوير وتعب بس الحمد لله ربنا بيكتب كل حاجة الخير في الآخر شكرا كب من أم ومستانين منكم كتير إن شاء الله